كل علاقة مع القرآن مثمرة والناس مختلفة نحن أطوار مختلفين ده في وقت ده في وقت ده في وقت لا يجب أن تكون مناسبة للجميع المهم لابد من وقت وعلاقة مع كتاب الله هذا المتفق عليه الوقت فلان كان يختم كثيرا فلان عاش مع سورة البقرة فلان رجع حفظه فلان يتدارس فلان يتصلى طول الليل المهم زي ما بتعرف تطلع وقت الحاجات في حياتك تطلع وقت القرآن معلش تطرف تعال على نومك اضغط معلش ادي وقت صافي للقرآن تطرف وهذا الوقت تعال نتأمل وادرس حالتك في الاول ابدأ بالمفصل اقرأ قراءة هادئة اقرأ قراءة المتأني اللي جنبك معاني الكلمات بس انا على فكرة لما بقرأ بسرعة كتير بلاقي قلبي وانت مش اول مرة تقرأ قرآن انت كل واحد في واحد اول مرة انا احب القراءة المتأنيه انا مش من هوات ان هو يختم كتير لكن هل معنى ان انا بقول كده ان اللي بيختمه كتير خلط لا بالعكس هو افترض شايف ده بيجيب معاه اكتر فيه ناس انا جربت مع والدي يعني ربنا يحفظه ان هو يقلل الختمات هو بيحس انه هو لا ما شاء الله قتاب الله وبيختم كثيرا يعني ربنا فبالتالي هو بتختلف لاشخاص انا جربت اعمل ده مش عارف لا انا عايز مثلا لا اخلي القراءة في الصلاة اكثر مثلا فبالتالي كل اللي انا بطلبه اللي المفروض يكون ثابت عندك قدر المستطاع ان تعطي وقتا لكتاب الله ثم تأمل في حالتك احنا في الدنيا اذكية قوي نجي في الدين بنعطل ما تحاول تستشير حد شوف مرحلتك انت جربت ايه ابدأ بالراحة ابدأ في غريب القرآن كلمات جنبك يعني بستغرب قوي انك تقرأ جزء او تسمع جزء في شوالة كلمة عايز تسأل على معنى دي بتقيم علاقة العلاقة مش مجرد جداول وكتب بنخلصها مع القرآن لا علاقة اعمق من كده ده اللي انا عايز ابنيه انا عايز ابني مشاهر تجاه القرآن هتخليك انت قاعد بتبحث عن الافضل قاعد عايز توصل في علاقتك بالقرآن مش مجرد انا قريت الحزب بصيت على معاني الكلامات خلصت انا خلصت يلا امارس حياتي والمعاني دي اصلا بتنبني على بعض يعني انت خاص عرفت حاجة مش محتاجة تعرفها تاني انت هتجمعها مع حاجات كده الله يفتح عليك زي ما نقوله اليقين تراكمي هذه المعاني كده بتبنيك ترجع تاني للصورة تذكرك بالمعنى الاساسي وتبني عليها معنى جديد فتلاقيك مشتق للعودة مرة اخرى يعني ده بيصنع علاقة بفضل الله يعني علاقة متبادلة مع القرآن علاقة فيها تفاعل مع كتاب الله سبحانه وتعالى مش مجرد احفظ المعاني وده مهم لكن ده وسيلة لاقترب من النص القرآن محل ده وسيلة